ولو نظرنا لضغوط الحياة أو البيئة الضغطة اللي احنا بنعيش فيها هنلاقي ان كل شخص ممكن يتعمله غسيل دماغ بشرط ان يكون عنده الاستعداد النفسي أولا ثم الاستعداد المعرفي والاستعداد النفسي بيكون لشخصية تعرضت للحرمان أو تفتقر الحب والرعاية والكلمة الطيبة وتفتقر للشعور بالأمان النفسي أما الاستعداد المعرفي هو الأفكار اللي مهما وصل لها هذا الذي أمامك من العلم سواء كان مهندس أو طبيب ولكنه لم يناقش الفكرة ولم يحللها ولم يستنتج ولم يقرر بنفسه ترك القرار في ايد غيره هيكون ضحية مهما وصل لأعلى درجات العلم ولا يخد عنك المخطط يعني تلاقي بعض الناس من عامة الشعب يقولوا معقول المهندس البريء ده يكون إرهابي معقول طالب في كله طب أسنان بالجمال والبراءة دي يكون إرهابي نعم قد يكون ذلك إذا فقد القدرة على أنه يفلطر المعلومات اللي بتدخله إذا فقد القدرة على أنه يختبر ويحلل ويغربل المعلومات اللي دخلت له اشتركوا في القناة